على رغم من تفاقم معاناتهم جراء النزوح طلبة معهد الفنون الجميلة النازحون من الموصل لم تثنهم ظروفهم الصعبة عن السعي والإصرار على جعل مجموعة من الكارفانات في دهوك معهداً بديلاً لهم ليواصلوا فيه دراستهم إسراء الشيخ لمعهد تفاصيل مع بداية العام الدراسي الجديد ورغم نزوحهم وإبعادهم عن ديارهم بدأ طلبة معهد الفنون الجميلة في الموصل برسم أحلام عودتهم على جدران الكارفانات الموقع البديل للمعهد في دهوك بإمكانيات متواضعة وجهود ذاتية قام بها طلبة المعهد وأساتذته لتحويل مجموعة كارفانات إلى لوحات فنية لاستقبال الطلبة المبدعين والراغبين في دراسة الفنون الجميلة بشتى أنواعها برغم إمكانياتنا المتواضعة أي لا يوجد لدينا أي دعم من أي جهة أخرى لكننا في ذات الوقت أعطينا المجال لطلابنا وأساتذتنا للإبداع في عملهم ترون الآن على واجهة المعهد هناك حركة تشبه حركة خلية النحل من قبل الطلبة والأساتذة بالرسم والعمل على جدران المعهد وهناك خلايا أخرى تعمل في الموسيقى وأخرى في المسرح وأخرى في الخط كل ذلك وبإمكانيات متواضعة جدا بسبب العمليات العسكرية التي مرت بها مدينة الموصل تعرض معهد الفنون الجميلة إلى التدمير أيضا وبهذا يسعى الطلبة والأساتذة إلى إعادة تأسيس المعهد ليكون نقطة انطلاق في عملية إعمار الموصل بعد استعادتها الشباب الجميع يحاولون أن يعودون هذه الجهة من أجل الخلق إعادة تأسيس لمعهد الفنون الجميلة ليكون نواتا بعد تحرير مدينة الموصل ويكون هو بمثابة نقطة انطلاق لما بعد تحرير مدينة الموصل إن شاء الله كلنا أمل وكلنا شوق إلى أن نعود إلى مدينتنا وإلى مكان الذي كنا فيه في مدينة الموصل إلى أنه تعرض للهدم والقصف أثار الحروب التي تدور على مدينة الموصل ولكن بسواعد الشباب وبسواعد الكادر التدريسي سنعي التأسيس المعهد الفنون الجميلة في الموصل بطاقاتنا وإبداعاتنا وبطاقات طلابنا كارفانات تتحول إلى لوحات تجسد رحلة النزوح القصري وأمل العودة وهي شعع نور في ظلمة معاناة النازحين لتجميل الواقع المرير الذي مروا به حيث تعطي أملا وإصرارا بأنه يمكن للأحلام أن تصبح حقيقة يوما ما اشتركوا في القناة